ينضم إلينا مشاهدنا الكرام الكابتن القدير إسماعيل الحافي حياك الله حبيبي أستاذ ليث مسائل خير عليك ومسائل خير على الأخوة المشاهدين حياك الله نتحدث عن أبرز الحالات التحكمية لهذا اليوم من بطولة دولة المحترفين والذي كان حافل وعمر بالأهداف عشرة أهداف في أن لقائنا الرمث حقق الفوز على الصلط بخمسة أهداف لواحد والحسين يواصل الصدارة برباعية على حساب شباب العقبة كابتن نبدأ من المواجهة الأولى الرمثة والصلط وحسب رصدك للحالات ثلاث حالات تحكمية مباراة الرمثة وسحاب كان فيها ثلاث حالات طبعا المباراة دارها محمد عرفة حكم دولي المباراة في مجملها فيها خمس أهداف لصالح الرمثة كانت أهداف الأربعة منها صحيحة لكن فيها هدف يجب أن يتكلم عنه هدف السحاب كان صحيح نشوف الآن أمام السادة المشاهدين في عنا الحالة الأولى في الدقيقة 16 بداية إذا منرجع بالحالة من بدايتها كانت فيه كرة طويلة داخل منطقة الجزاء نثبت الآن أولا نتكلم على تمركز الحكم المساعد الأول كان التمركز كان تمركز خاطئ شايفين الحكم المساعد كان متأخر عن خط الكرة لأنه إحنا هنا الآن معيار التسلل هو خط الكرة لأنه شايفين اللاعبين المدافعين باللون الأزرق هما خلف خط الكرة وبالتالي الآن يجب أن ننتبه إلى اللاعب المهاجم إلى يسار الشاشة الذي كان موجود في موقف تسلل لأنه كان أقرب إلى خط مرمى الفريق المنافس من الكرة ومن آخر ثاني منافسين وبالتالي الآن لحظة اللعب أو لحظة التسديد على المرمى نعم نثبت الكرة ونشوف الآن لحظة التسديد نعم ماذا كمتن اسمعي؟ بالضبط الآن لحظة التسديد زي ما احنا شايفين أمام السادة المشاهدين كان في عنا مهاجم فريق الرمسة إلى يسار السادة المشاهدين كان في موقف تسلل وبالتالي الآن هل هذا اللاعب تداخل في اللعب النشط الفعال من خلال التداخل مع منافس أو تداخل في اللعب أو الاستفادة نمشي الحالة ونشوف الكرة ارتدت من القائم تمام نمشي الآن الكرة بالضبط الآن بعد ما تم التسديد في هذه اللحظة الآن في عنا اللاعب في موقف تسلل تم التسديد باتجاه المرمى الآن الكرة ارتدت من القائم باتجاه هذا اللاعب الموجود في موقف تسلل ومن ثم قام بتسجيل هدف كان يجب على الحكم المساعد التركيز والتمركز بطريقة صحيحة الآن هو متأخر بشكل كبير وبالتالي التأخير الآن من الحكم المساعد ووضعه في موقف غير سليم ولم يمكنه من خنقول الحكم على اللاعب إلى يصاري سادة المشاهدين الموجود في موقف تسلل أنه في موقف تسلل ومن ثم تم تسجيل هدف وهنا كان يجب إلغاء هذا الهدف والاستئناف بركة حرة غير مباشرة وعدم احتساب هذا الهدف لفريق الرمثة نعم كابتن مع الحال الثاني تمام نذهب مباشرة إلى الحالة الثانية وهي الحالة في الدقيقة الثامنة والثلاثون ونتكلم على بطاقة صفراء أمام السادة المشاهدين نشاهد الآن لعب فريق الرمثة جاء من مسافة كان في سرعة كان في قوة باتجاه قدم اللاعب الأزرق وبالتالي الآن نتكلم على هذا اللاعب عن هذا التصرف الآن هذا التصرف هو تصرف بتهور هنا اللاعب لعب بعدم اعتبار للخطر على اللاعب المنافس المسافة موجودة السرعة موجودة القوة موجودة وبالتالي عندما تم ارتكاب الخطأ الآن الخطأ هنا يقدر بالتهور وبالتالي الحكم أشهر البطاقة الصفرة بطريقة صحيحة للاعب رقم 13 من الرمثة نعم والحالة الثالثة والأخيرة من هذه المواجهة التي جمعت الرمثة وسحاب الحالة الثالثة وهي حالة دقيقة تتعلق بتسجيل هدف لفريق الرمثة الآن أمام بسادة المشاهدين لحظة لعب الكرة من لاعب الرمثة باتجاه زميله الآن نشاهد اللاعب رقم 2 من فريق سحاب مغطي التسلل وبالتالي الآن اللاعب الذي سجل الهدف جاء من مكان سليم ولا يوجد موقف تسلل لحظة لعب الكرة وبالتالي الآن الهدف صحيح يحتسب القرار للحكم المساعد الحكم المساعد كان عنده تركيز عالي ربط الحالة بالقانون لا يوجد موقف تسلل وبالتالي أمر بستمرار اللعب ولا وجود للرأي وهو القرار السليم والهدف سليم لا غبار عليه نعم ننتقل مشاهدين الكرام وإلى المواجهة الثانية والتي انتهت قبل قليل بين الحسين وشاب العقب بأربعة أهداف مقابل لشيء حالة واحدة نعم حقيقة أخي ليث كانت مباراة نظيفة تحكميا ما عنده حالات مهمة مفقودة الحكم محمود سوال ما أدار المباراة بغيقة صحيحة أربع أهداف صحيحة لفريق الحسين هي كانت حالة واحدة وراح نشوفها أمام السادة المشاهدين كان فيه اعتراض بسيط من إداريين فريق العقبة على طبيعة المخالفة لأنه كان ترتب عليها بطاقة صفرة ونشوف إحنا لإيش سبب البطاقة الصفرة هنا الآن إحنا بهمنا عند ارتكاب المخالفة سنقول الكاميرا بشكل عام الآن المخالفة موجودة أمام السادة المشاهدين استخدام الذراع باتجاه الوجه للعب حمز الدردور الآن المخالفة موجودة السؤال هل هي مخالفة تكتيكية نقول نعم لأنه لو لم يتم ارتكاب المخالفة على اللاعب حمز الدردور حمز الدردور عنده الإمكانية عنده المسافة الفراغ وفي عنده زميل إلوجاي من مكان على يساره فلو لم يتم ارتكاب المخالفة على اللاعب حمز الدردور وذهب باتجاه الكرة كان في عنا هجوم واعد بطريقة صحيحة 100% وهنا الخطأ التكتيك اللي ارتكبه لاعب فريق العقبة أبو حلاوة هنا أوقف اللاعب حمز الدردور من الاستمرار بالهجوم الواعد الناجح وبالتالي كانت البطاقة الصفراء هنا مستحقة لنتيجة إقاف هجوم واعد من اللاعب محمد أبو حلاوة هذه هي إذن أبرز الحالات كابتن إسماعيل بالشكل العام تقييمك لهذا اليوم التحكيمية يعني أنا بدأ أقول أنه الحمد لله رب العالمين أول شيء التحكيم لم يؤثر على نتيجة المباراة في المباراة الأولى ولا في المباراة الثانية احنا شفنا المباراة الأولى أوكي كان في عنا هدف غير صحيح لكن بالمجمل الأوتكم كان في عنا خمسة واحد وبالتالي الفريق الذي فاز لم يتم التأثير على الفريق الآخر وإن كان الهدف غير صحيح هو هدف واحد لكن بالمجمل هي كان في عنا خمس أهداف وبالتالي ما في تأثير المباراة الثانية أربعة صفر وكذلك ما في عنا أي مشكلة في التحكيم الحمد لله رب العالمين معناش قرارات مهمة مفقودة كانت في المباراة الثانية وبالتالي انطلاقة ممتازة للتحكيم في هذا الأسبوع إن شاء الله أحنا نتمنى أنها تستمر في باقي الدورة